أنا مؤمن بحاجة لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعمل يمكرونه والله خير المكري يعملوا اللي أنتو عايزينه لكن ربنا يمهل ولا يهمل اللي احنا فيه ده دمار للرياضة المصرية طيب أنا حقف عند دمار للرياضة المصرية وحمشي معاك منظم النهاردة واحدة واحدة عشان نفهم الدنيا رايحها فين وجاي منين رأيك في الفوضى اللي بتعيشها الرياضة ده مش كلامي ده كلام كمان مقالة كتابها الدكتور كرام كوردي غير المقالة قريت المقالة وشفت كلام أنا بصراحة كنت مبهور ودايما ببقى مبهور لما بلايست حق حبيبي كرام ربنا يديو راجل محتاج ايه رأي حضرتك من مشاكل كتير بنشوفه على الساحة ده بيخسر بفعل فاعل ده بيتهدد لو ما وقفتش مع فلان الفلاني وده بيسقط بفعل فاعل وده زعلان وده غطبان وده محصوب على ده ايه رأيك في المنظومة بالشكل ده شوف أنا عايز أقول لك حاجة من ضمن الناس يعني للأسف تم استغلالي وانا معرفش انا برضو عندي بنا آدم عندي أخطاء يعني مشكلتي مع كابتن طاهرة وزيد دي كانت زق من بعض الشخصيات مشكلتي مع عمر السعيد كانت مشكلة ورغم ان عمر يعتبر يعني احنا جراه هو ديار برم يعني العزبة في العزبة يعني وابوه من رأي الناس المقوز ابو أستاذي لكن وصلنا لمرحلة انه قلبوني على عمره قلبوني على هنا وبعيني ابتدوا يقلبوا علي لا يعني احنا بتكلم في وضع انا ما شفتوش في حياتي الرياضية من وانا لاعب حتى رئيسا للجنة الولمبية انا يعني ايه رأيك في الفوضى اللي بنعيش لا فوضى تشوف الفوضى دلوقتي بقت منظمة بقانون في عدم دستورية ايه هو حاول حضرتك ايه معاليش احنا نتكلم تنص المادة اه مية واحد من دستور مصر كويس يتولى مجلس النواب سلطة التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة تمام والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والانتماعية والموازنة العامة كذا كذا يعني مجلس الدولة يتضح لنا انه اكبر مجتمع يعني يبقى جمعية العمومية للدولة لانه منتخب من فئات الدولة تمام معلش انا حاجة عند النص الندمية واحد وحاجة اتكلم بشأن الجمعيات العمومية انا كنت اول من طالبة بعدم التدخل الحكومي بس في ناس فهمة وفي ناس مش فهمة عايزة تفهم اللي يريح انا قلت وهذا الكلام مسجل في اكثر من برنامج يا جماعة عدم تدخل الدولة انها مش من حق الدولة انها تعين مجلس ادارة قوام جمعيته مئة الف تمام يبقى انا النهاردة بحجر بقرار من الوزير يعين مجموعة ويشيل رأي مئة الف بنا ادم ده مرفوض دولية في نفس الوقت ممنوع للدولة انها تخش في الامور الفنية لان ده مش شغلة انت بيجيب في الامور الفنية متخصصين في بعض الرياضيات هم اللي يبطي الرياضة ان ده يتكلم في الكورة ده يتكلم في الملاكمة ده يتكلم في كذا لان دول متخصصين اما لدور الدولة في ايه دور الدولة هنا الرقابة المالية ده انه مالعام طبعا الدولة وده اللي انا بقوله ان هنا في الكلام ده انا احقول لك انا اتكلمت مع مين قبل ما فخامت السيد الرئيس يوقع على هذا القانون واشرت ان ده خطر انه دور الدولة انها تحط نظام انتخابي لكل مؤسسات الدولة بالرقابة قضائية لانه انا مقدرش اقول انه مفيش دولة انت بالنظام ده مفيش دولة احنا نفذنا المخطط الامريكي التوركي القطري في هذا الشأن احنا فكينا مفاصل الدولة لا ما عايزة فهم ديك بمعنى ايه هقول لحضرتك يعني ايه نفذنا مخطط في مخطط في بعض الدول العربية وانا بوسائق وقلنا هزك الام لناس كتيرة قوي انه دخلوا في حتة التدخل الحكومة للدول العربية وان احنا نغير انا سفرت ليبيا اثناء ضرب اناك مكلف وانا موجود عضو لجنة التضامن الولمبي تمام اودوا المكتب التنفيذي علشان انا انا ابتديت اشوف رؤية غريبة جدا الله انا اتحاربت علشان اعترضت وانا رئيس لجنة الولمبية على المجنسين لان اتقل في مكتبي في 2009 من شخصية امريكي ولقيته في روسيا بعد كده خدوا بالكو قطر بتامن الواحد ان تلاتة اربعة تمام الناس اللي بتتجنس من لاعبين من مستشار اللي بيطلعوا بقى في منتدبين كمستشارين كتكاترة جمعة كرياضيين ككذا كذا كل ده خطر على الدولة طب حقف معك واحدة واحدة طب ما بلك حضراك بمنصور لا بلغنا بلغت 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 مسؤولين او اجهزة معينة بلغت بلغت قلت هذا الكلام تمام وهم تيقنوا عشان كده برضو من ضمن الحاجات القطيع عدم تجنيس اولادنا يعني انا هقولك حاجة انت في كاس اليد كاس العالم بتاع اليد انت كنت في الاخر وقطر نمرة اثنين الشيخ حمد قالها لفظا في 2009 دورتين وعالم مصر ما ترفع تاني عالم مصر ما ترفع تاني انا عمري ما سفرت قطر على فكرة انا كنت في الامين عام للجنة الولمبية وانا المصفر البعثة في 2000 لا ده كان ناس حد تاني انا كنت برا امين عام للقارة الفرقية عملوا في 2007 احنا خدنا بطولة الالعاب العربية بن عرب جيمز خدنا كل الالعاب عالم مصر كل شوية ترفع السلام الجمهوري ده يترفع بيحصل لهم ارتكارية بيتعبوا نفسيا فكانت اللي انا شايفه انه كل المنظمات الدولية والقرية والاقليمية كل المعظم المصريين طلوا منها سقطوا ومشوا المقرات العربية اتنقلت للدوحة وجزء منها راح الكويت انا كنت رئيس اتحاد الاتحادات العربية وما زلت رئيس اتحاد عربي لما تيجي يعني اللي بيتكلم مجنون اللي بيسمع عائل بتشوف الجو ماشي ازاي الناس بتسقط كلمة وقصة مش مش موضوع خالد زين او شادي او لا هو مصر ممثلة في هذا الشخص على الكوزي ده هما مش عايزين بي هما مش عايزين بي هما عايزين مصر ما ترقاش موجودة في اي قطاع اقليمي او قاري او دولي وده الواضح في خلال التلات سنين اللي فاتوا مصر فقط تقدي ايه من مناصب القارية والاقليمية والدولية زي ما انت عايز وبعدين للأسف بننفس هذه السياسة احنا مصرين بيدينا بنفسنا يعني ممكن نعلم ممكن لا نعلم لكن احنا بيدينا كمصريين انا رفكرة بقول هذا الكلام انا مش عايز اي مناصب وانا قررت واعلنت لكن انا بقول حقائق لانه انا خلص الحمد لله مش هقلش في هذه المواطرات فمعنى المادة مية واحد ان مجلس الشعب هو الجماعية والعمية بتاعت الدول طبعا فانا كلمت مع بعض الشخصيات في مجلس شعب وكلهم شعب وناس حبايب وناس محترم وطولهم يا جماعة انتوا فاهمين انا بفهمكم الجزء المهم انه الدولة لازم تبقى موجودة الدولة لازم يكون لها اليد العليا في الرقابة المالية يبقى دي واحد الدولة لازم تبقى موجودة لا وتعالى لي بقى في الرقابة المالية وايه تاني لا الرقابة المالية ووضع انظام انتخابي لعقد جامعات عمية عادية وغير عادية تحت اشراف قضائي تمام والاهم من ده كله اللي بقى الحتة الاهلي الاخيرة دستور بلدك بيقول ايه في حتة مهمة جدا معلش اتفضل يعني هنتكلم انا معلش انا اكلمك بالقانون اه احنا الطبيعي اللي احنا دولة قانون فين احنا اشك احنا دولة قانون لا دلوقتي في في اللي بيحصل ده مش قانون معلش اللي بيحصل ده مش قانون انت في المادة المهمة جدا مادة 97 في دستور مصر بطول ايه التقاضي حق مصون ومكفول لكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحصر تحصين اي عمل او قرارا اداريا من رقابة القضاء ولو حاكم شخص الا امام قضيه الطبيعي والمحاكم لسه اثنائية معزورة خلاص انت عملت اشرح لسه السادة المشاهدين يعني النهاردة انت كمواطن من حقك انك ترفع عضية ضد خالد زين ترفع عضية ضد اي فلان اي بني ادم وقضيق الطبيعي اللي هي المحاكم المنصوص عليها في دستور مصر ومحددة شرحان ده في الدستور اه طبعا طب الغلط فين بقى الغلط هنا بقى عملنا حاجة غريبة اوي في القانون تعريض اه قانون طبعا لذيذ اوي اولا هو جاء في المادة المادة الرابعة والمادة التالتة المادة التالتة بتقول ايه سيقبقى هنا بقى بتلغي دور الدولة وانا معترض الدولة لازم تبقى موجودة بتنص على تتولى جمعياته العمومية وتبقى لك مخصش حد فوق حد يعني اللجنة الولمبية زي ايه لكن النهاردة عكسها تتولى جمعياته العمومية للجنة الولمبية المصرية واللجنة البرلمائية المصرية والاندية الرياضية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع انظمتها الاساسية بما يتطفق مع الميساق الولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ده نص المادة ثلاثة تبصت قوي المادة دي جميلة جدا المادة دي ملغيتش دور الدولة وده اللي أنا أتمنى جاء في المادة الرابعة قال حاجة غريبة جدا تضع اللجنة الأولمبية المصرية طب شمعنا ما تضحبت لايحة استرشادية للأنظمة الأساسية تقوم بإرسالها لتلك الهيئات وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات اجتماعا خاصة خلال تلات تشهر من تاريخ العمل بالقانون يخصص لوضع نظامها الأساسي وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية باتية الوزارة النصاب اللازم يخالف الميساق الأولمبي وحقول لك ليه وللنعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة فإذا انتهت المدة المشارب إليها وده اللعبة اللي هم بيلعبوها ولم تجتمع هذه الجمعيات سألاقل عدم اجتمال النصاب اللي هم زي ما عملوا معايا وكلموا الناس انهم ما يحضروش او لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الاسترشادي اللي ايه المشار إليه بعد نشره في الوقاعة المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعي العمومية في تعديل نظامها ورجع تاني فين عدم الدستورية هنا لا لا ده لسه ده لا ده فيه كلام كبير هنا ما تستعجلش يا عمش النص ده يخالف موقف عايز أقوله لللجنة الأولمبية المصرية افتكر يا أستاذ الشام مقدرش أقول المهندس لأنه غير مقيد في النقابة افتكر يا أستاذ الشام أنت أنا كنت مسافر لندن كان عندي اجتماع الاتحاد دولي والأخ عبد العزيز غنيم بعت لائحة وتناقشنا في اللائحة وكان هناك بعض النصوص سيادتك شايف أنها غير قانونية فقلتلي احنا عايزين نبعث الاتحاد الدولي أنا قلتله أمام شهود لكن عبد العزيز غنيم عشان عايز يصدق اللي موجود لأن مصلحته مع اللي موجود فيبقى خالف زين مرفوض ما علينا حيجي اليوم ويصدق ويفهم قال القاتي أنه